بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تكثيف تجنيد الاحتياط في منظومة الدفاع الجوي بعد تقييم الوضع كشفت وسائل علامة الإسرائيلية أن بيان الجيش جاء على خلفية تهديدات إيران بالانتقام بعد قصف بعثتها الدبلوماسية في دمشق وضفت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران ستحاول عبر فروعها في الشرق الأوسط مهجمة إسرائيل من اليمن وسوريا ولبنان وتابعت أنه إذا حصل ذلك فمن شأنه أن يخلق معادلة مختلفة وردا إسرائيليا لم يحدث حتى الآن وأفد الإعلام الإسرائيلي بأن سلطات محلية في منطقة تل أبيب الكبرى تدرس فتح المناجئ العامة على خلفية توترات أمنية بعد تهديدات إيران بالرد فيما نقلت القناة الثانية عشر الخاصة عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قوله لن أتفاجأ إذا أطلقت إيران صواريخ مباشرة على إسرائيل وأضاف من المحتمل أن يكون حزب الله تلقى أمرا ببدء الحرب في الجمعة الأخيرة من رمضان من جانبها قالت صحيفة معاريف العبرية أن القوات الجوية الإسرائيلية وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب احتمال حدوث رد فعل إيراني قريب أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت قاعدة راماد ديفيد الجوية الإسرائيلية شرق حيفا بالطيران المسير الفصائل العراقية أوضحت في بيان لها أنها ستواصل ضرب أهداف إسرائيل ردا على حربها المستمرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما قال المرشد الإيراني علي خمان أي إن إسرائيل وضعت نفسها في فخ لا يمكن الهروب منه بعد هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق واصفا في الوقت ذاته إسرائيل بالنظام الضعيف على حد قولها ستستمر محاولاتهم اليائس مثل ما فعلوه في سوريا سيتلقون صفعة على ذلك بالطبع لقد وضعوا أنفسهم في فخ لا يمكن الهروب منه يوما بعد يوم يضعف النظام الإسرائيلي وسيقترب بإذن الله من الزوال والدمار أفد مراسل الحدث بأن إسرائيل وسعت عمليات التشويش على أنظمة الملاحة لتشمل مناطق الأبيب والقدس من أجل التشويش على صداري حزب الله وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالانت إن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياتها ضد حزب الله ويستعد لضرب موصفهم بعداء إسرائيل في جميع المنطقة بحسب تعبيره جالاند أضاف أن إسرائيل تفضل التوصل لاتفاق يؤدي إلى إزالة تهديد حزب الله مؤكدا في ذات الوقت أن بلاده مستعدة لاستخدام القوة في لبنان بحسب وصفه بدوره عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس اعتبر أنه يتوجب على الجيش الإسرائيلي الحق الضرر بحزب الله لتغيير الوقع الأمني في الشمال من أجل عادة السكان إلى منازلهم خلال الصيف الحالي في كل يوم نحصل على المزيد من الأدلة التي تؤكد أننا نجد أنفسنا في حرب على عدة جبهات سواء من ناحية الهجوم أم الدفاع نحن نعمل في كل مكان وكل يوم بهدف منع أعدائنا من اكتساب القوة ولتوضيح رسالة لكل من يتخذ إجراء ضدنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط إن الثمن للعمل ضد إسرائيل سيكون باهظا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر